قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآلا عجبا يهدي إلى المشك فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصالا وأنا لا نجري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشادا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون وأنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشادا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا عن الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلخ من بين يديه ومن خلفه رصادا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا